موسيقى قصر المتحف في اين بي جي بواند في جوانجو نافذة حضارية تظل منها على تاريخ شلة ورقيها وعلاقة ملوكها بحضارة الشرق والعالم القديم موسيقى بعد أن نتعرف المتحف في الشيلا وعندما أن نعرف أكثر عن تاريخها وعندما أنه مجموعة ومعارضة وعندما أنه مختلفة وعندما أنه مختلفات وما كانت تحرك فيجبات وعندما أنه مختلفة إلى هذه المدينة مهمة أهمية تحرك أخبرنا أن نعرف أكثر من قصر من هذه الملوكة نراكم في القناة الجهات السياحية الكورية حولت جانبا من باحة القصر الملكي إلى متحف لجد بالسياحة مشعل البخور هذا يظهر الروابط التجارية القديمة بين شيلة وحضارة الشرق والعالم القديم كانت أرض الجزيرة العربية موطنا أصيلا لتصدير البخور إلى العالم الحضاري لتلطيف القصور والمعابد وجدت علاقة شرقية مترابطة رسمت التكامل الحضاري تمثال الأسد المنحوط في المتحف يبدو أنفه مفتوحا يشم روائح البخور المتحف رمز تاريخي للعاصمة التاريخية الأقدم للأمة الكورية يضمن تشكيلات من أدوات السفن ويوضح علاقة الكوريين القدماء بالبحر والمحيطات الفخاريات الثمينة ذات اللون الأخضر والمزهريات والخزف الأبيض نمض لفنون الحياة الكورية التقليدية الحلي والبرونز يعكس مدى ما وصلت إليه من الرفاهية الملكية فيما الآلات الموسيقية تبرز ولاع الملوك القدماء بالفن والموسيقى المستوحى من الطبيعة الجميلة يعد منظمة تراثية فنية وجمالية ضلت منذ ذلك الحين وحتى اليوم صورة حية رائعة لإبداعات الموروط الكورية صمم القصر بأحدث التقنيات القديمة في التشييد بنظام تدفئة وأحواض مائية لتربية الأسماك وقنوات محفورة وحدائق يأتي إليه الزوار والسياح من كل أنحاء العالم توجهد حضارية وسياحية الفن المعماري الكوري القديم يتميز بالبساطة يعتمد في البناء على الأخشاب يستخدم الزخرفة بألوان جدابة ومادة القرميت في السقف لذا تسمى القصور الكورية البيوت الزرقاء تغيرت صورة المدينة عبر تاريخها الممتد لأكثر من دسعة قرون الممالك قصورها منازلها وأسواقها ذات الهندسة الفريدة التي يظهر فيها روعة التصميم والبناء كوريا تمنحك فرصة نادرة للاستفادة من تقاليدها القديمة في بناء المنازل الخشبية المثيرة في البناء لا تستخدم المسامير لثثبيت الأوتاد الخشبية على شكل نمض البناء لبلدان أقصى الشرق الآسيوي يقام خلف المنزل عادة نصب تتكاري للأجداد التبر الأول للضيوف والثاني للعائلة المبنى الصغير المحيط لإقامة الخدمة كما يوجد سور جداري يعتبر أساسيات القصور والمنازل الكورية القديمة لم يطرأ على البناء التقليدي أي تغيير منذ مملكة جوسان في الريف والمدن الحضارية الكورية هنا نتعلم بعض المنزل تقليدي من المنزل يقام الانتقليدي من المنزل الثاني لنشاهدهم هنا يوجد أساسي دارين كيف تجد تجريب تجريد خارجاً؟ مهلاً جميعاً. المعرفة جميعاً. الكثير من المعرفة. المعرفة جميعاً. المعرفة جميعاً. الآن نحن نتعرف على المنزل الان. ما هي تشعراتك عنها الانسيانية ومعرفة كيفية تباوية؟ أعتقد أنها مرحلة جميلة ومعرفة جميعاً. إنه مرحلة جداً. وأعتقد أنها مرة أولاً. ترينيه يتعب لتشاركة تصدر على سيارة تتعب لتشاركتين 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 مرحبا، تتعب لتشاركتين يمكنك ربما ترينيه البرانيه جميلة نظرات ومعينة يشاركة يحبونيه يشاركتين ما هو الأفضل المكان يمكنهم العظيم كيف يمكنهم المكان بيشاركتين في قريه؟ أريد أن أردت هنا. هذا هو مولاً يومي ويقوم بإمكاني مرحلة هنا. ولكن هناك مرحلة جيدة هنا وهي شيء أحب أن أفعل. وهذا أعرف ما أعرف من الآن. كما هو المرحل؟ هل تحب أن تحب مرحلة مرحلة؟ أعرف مرحلة مرحلة؟ أنا مرحلة. أحب أن أجد المرحلة. وهذا هو كيف أحب أن أحب في مرحلة كتابة. لأن الأشخاص ينحن أن يكون مرحلة مرحلة. ولكنت أحب أن يكون هناك مرحلة لهم. ما هي تحب بكتابة للأشخاص؟ أحب أن أسأل المركزين. أي شيئًا أفعلهم. إنه أمام مرحلة. ونحظة أكبر. وهذا هو كيف أحب أن أسألهم مرحلة وأن أفهم بإمكاني ما محلقة وإعجابيهم ومعهم من يأتونهم ومعهم بشكل مرحلة. إنه من المرحلة. يوجد الكثير من الأشخاص يمكن أن تحصل بإمكانها. لدينا استخدام. نحن نعلم بذلك. و اممتع. هل هل تريد أن تصمد خاصة على الرجل المعارضة على سبيل المعارضة المعارضة وما يحاولون لحاجة المعارضة على سبيل المعارضة؟ نعم. أعتقد أنهم لديوا صحيح معه ومتدعون للمشاهدين ويستطيع التعليل معك أحب أن تكون متعاراتاً لأنك تتعليلات أو تسريحة ولكن هناك حمد التعليل معك سمعتني على المشاهدة ومتنعك في المستداد لتعليل ومشاهدة حالة ومتابعة خلالة شكرا لك شكرا لك سلامتك كما نستمتع هذا مرحباً في هذا المباشر ورقباً عن كارية كيف حالك؟ أمممتاكم تلك 2 دقيقة ولكنني أشعرنيه إنه مرحباً 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 ما امتعبك؟ مرحباً هو مرحباً أنا من العامة كلها تتفقدين من الناس فلسفة أكثر من تدفع للكمينة كي هي المكان التي يمكنك المنطقة وممتع المشكلة التي يمكنك المنطقة المنطقة هي الحالة المنطقة التي تدفع فيها تأتي تلك المنطقة بالأسفل 기에 هذا الكبير يؤثر على behavior هكذا كبيراً وسهلاً ، انفسي مرحباً كما ترى هناك الكثير من المرحبين لذلك السبب هي المخصوصة الكبير هناك الدلسيفة خطيلة تماكن جيدًا الم restaurante تغلق الكثير من قسمتك لأن هؤلاء الكثير من المعرفة في المعرفة يسمى هونغده وهو هونغده وهو هونغده جميلة جميلة، جميلة، جميلة الكثير من بارات ورسطارات إنه جدًا جميلة سيول، مدينة الصباح الهادئ تدمج بين تقاليد شرقية قديمة بالتقنية الحديثة تكشف البعض من لحظاتها الرائعة في عدة مناظر طبيعية قصر جوانغ بوك جانغ مسكن الملك وإدارة لمملكة جوسان بين عامي 1392 و1910 للميلاد تحفة فنية أجمل ما فيها الحديقة الخلفية التي تسمى هونغده أو الحديقة السرية المعروفة بجمالها وروعتها شيد على مسافة 1300 مربعة من إجمال مساحته المقدرة بأكثر من 4000 متر مربعة شكله الخارجي والداخلي وظهر روعته وجمال قاعاته وأجنحته أدرك في قائمة التراث العالمي للقصور العجيبة قصر الملكي جيونغ بوك جانغ من القصور الملكية المنيعة في سيول بنية عام 1395 من الطراز الكوري يمتاز بزخرفة رائعة وقيمة في عهد الملك تايغو استخدمه كقصر الرئيسي لسلالة جوسان بين عامي 1392 و1910 للميلاد يعتبر واحدا من المصور التاريخية الفريدة البناء في سيولة موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر أفضل قد موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 الشمعدان نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر كيف حالك نانسي قنقر 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 Samuel نانسي قنقر تعلم النوت تتعني قليل العقب الخصوص والمعجلة والمقابل المنوطات which is very important for the initial part of taking the food and also the appearance and the discussion communication using speech جميع المرات المدى من الاختران في ساحة الأساسية لكن الجميع المستوى الذي يتطور من خلال المرات المستوى يتطور من مقربات المارات المغادرة ويأتي تشترك بشكل كبير. مع هذا المملكة ، المدينة والدنسيات يتحدثون مجموعة. هذا هو أكثر من أجل. ثانيه ايضا هي امكانية دولة وفي أخرى المدينة دولة للغاية لديهم جميع المدينة يصبح ديناتين أو ديناتين لأن المدينة من الكثير من المدينة هي مجموعة من هذا المنطقة لذا المدينة الاجتماعية لكثير من أخرى نقل الامور نحن نتحدث عن هذه المتحدة المتحدة وكما تتحدث عن المساعدة المتحدة المتحدة وكيف تتحدث في مدينة المتحدة لتنبع ومشاكل هذا المنطقة ما هي المساعدات والمساعدات التي تتعرضون على المتحدة المتحدة في المدينة التي لا يوجد أخرى فيها؟ yes for example nowadays diagnosis tools are usually the imaging techniques using electronic and IT techniques with digital developments and other techniques, for robotic surgeries it is also for the end products of the heavy industries مثل ميزة، ميزة، ومبائلات. لذلك بعد كوريا، نحن في نميزة جدوى هذه الهجمات وطالب العالم من الأشخاصين، وطلع الأشخاصين. أعتقد أن هناك الكثير من تلك الأشخاص. كيف يمكنكم التعرف عنه المدى؟ كما نتحدث في النظر من الهاتف الكريم ونحن نتحدث في الواضح المدى من المدى المدى ويحصلون على المدى المدى في القناة وكيف يتحدث في المدى هنا منا نتحدث في الأمدى من المدى هنا اسمه هو أقرام المنصوري يستطيع التدلطين كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ مرحبا بك نريد أن نتحدث عن ماذا تتبع لك لتستطيع التدلطين على التدلطين فاقرا؟ أبداً م منتجراً على أورال ومجدوط في الم 해�كام يمكن أن ت wurde من تدلطين في المنزل كما تجدون أربحة الصفاد على كيب ربما ، هناك الكثير من الهدف من أشخاص يهتم أفضل من أسمة المواد الذي لا يشكلّون أجل الأن معاومات وفقاً مراتيين أثناء منهم لديهم فقط وفقاً وفقاً بعد التسجيل أو حفظة المنزل هناك مراتي جداً يجب أن يكونوا المساعدة أو المساعدة يمكنهم أن يكونوا مراتي جيدة أيضاً أريد أن نتحدث عن لماذا أخبرت كوريا؟ ما هي الأشياء الأشياء عنها؟ أولاً عندما أخذت كورياً كنت أبحث عن مستقبل كنت أبحث عن مستقبل كنت أسمع عن مستقبل كورياً أولاً لم أعرف كورياً لكن بعد ذلك عندما أبحث أعرف أنهم لديهم جيداً في هذا العالم خاصة الأشياء الأشياء بعد ذلك عندما أصل إلى المستقبل أعرف الكثير من هذه الأشياء كما أنهم لديهم كوريكولم في هذا العالم كورياً 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 في صناعة لصناعة السيارات العالمية تشكل المساهمة الكورية فيها نسبة أربعين في المئة من إجمال إنتاج صناعاتها تأسست باستثمارات أموال أجنبية عام 1947 زادت مبيعتها في أسواق السيارات العالمية تنتقى كوريا سنويا 4.2 مليون سيارة منذ بداية تصديرها للسيارات سنة 1976 جينيسيس هوندايا الكورية تتميز بسرعتها وراحتها وجودة صناعتها بمهارة وإتقان سجلت مبيعاتها العام 2012 مليون سيارة وتجاوزت مبيعاتها في العام 2014 4.4 مليون سيارة في ظل ازدهار التصنيع للسيارات في كوريا شركات المزادات للسيارات المستخدمة تواجه صعوبة في منافسة موديلات الحديثة خاصة مع عزوف المواطن الكورية الذي يعيش مستوارفة عند شرائها بحثت هذه الشركات عن مزادات خاصة لبيع معروضاتها فتحت باب المنافسة أمام الإقبال والطلب الكبير من المستهلك الأجنبي في الخارج ليسعارها المنخفضة المناسبة هناك taughtقود متلاكوск في قرية كما تقرية دوليون السيارات لمنون يمنا من المنخفضة إلى قرية لتخبط لهذه اوارات دوليون السيارات وستقرية مبعروضات تجلال تكون مبعروضة عام古انتي السيارات من المنخفضة بين المنخفضة كما تتجربون المشاركات عن المشاركة في المعارضة كما تتجربون مكثرة عن المشاركة ومعارضة المشاركة مع العالم هنا مجددا من أشاركات الجهاز باليباكات لكي هناك المرحلة في المعارضة أن يجبون منه لعيز الجهاز في هذا المشارك الأن Phillip هذا هو جامس باق أنا أحضن بك في سبيل عالم في السباب كما قلنا نتحدث عن المحارات وكيف تغفف هذه التنمية السبب وكيف يوجد المحارات من المشاركة ما تعتقد عن المحارات وكيف هي أشعارها؟ في الموقت اليوم، ما زى非常 لدينا البيئة في اليمن المستخدم لأنه كان من القرآن والأمور أخرى و السدول الأخرى لأنه وكما دراء بيئة فقط في السواء الديد في المقرآن الإنسان بلغة س Соединاء المتخدمة الدولية نحن ننتج بشكل دولة في قبل ماهو من أجلًا اتبعوا الوقت هذا المعارض يتعلمون في عدد في 2012 وفورها كانت قبل 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 نحن المتحدث في يمين وافرقيا ورسيا وفي هذا المعارض إنه ضرح جس追ال هذا منذ القول أيضا عنه على المشاكل من بعض الأخيات الموجودة من الوقت السعودية من الأخيات من المشاكل في اليمن بعض الأخيات من المشاكل من المخلوق البعض أخرى والأخيات الموجودة ومع أبيل الموقفين نعم, تقوم بحاجة الجوديد هذه الملافق مرهات الماركة متى من المورد، من في أن يسرى تنظر بجيء لأخرى نفسي أنا أعلم ذلك لكنن في اخرى الوقت يوجداد مستقبل إن الله يوجد البيئات وهو مختلفة البيئات المستقبلية لهذا من المشكلات المستقبلية سويا، هل يوجد الشراب الذهاب إلى مستقبل البيئات المستقبلية؟ من ساكن المستقبلية؟ ويترين في الواقع نقدس من جديد نعم نعم 98% من جديد من طالب...بتاله يبتغاني في جديد أولئ bag Sergeant 촬영 مرجع وكتسبof مك لكل كما تشيح علامableals جديد измен faded من استخدامها نحن نتوقع في جنبك ويمنون نتوقع في هذه المنطقة ونحن نتوقع أن هذا المنطقة تنظير نعم ، جداً نحن نتوقع أن الكثير من المنطقة في المنطقة من المنطقة على جنبك شكراً استفادت كوريا من الأزمات المانية العالمية في الأعوام الماضية فضاعفت من صناعتها وإنتاجها رسمت خطتها الجديدة والمستقبلية في التسويق والترويج للمنافسة في أسواق التكنولوجيا تكنولوجيا التصنيع الكوري يشمل السفن وأشبه المواصلات وشرائح الذاكرة والبرمجة سامسونج وهينيكس أحتلت المرتبة الأولى والثانية على التوالي عالميا في التصنيع الإلكتروني تتمتع كوريا بالكثير من نقاط القوة كواجهة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التكنولوجيا انتقلت كوريا إلى تكنولوجيا التصنيع بفضل تركيز اهتمامها على التطبيقات العلمية وتنمية إدارة الإنسان ووفرت الوسائل المختلفة لدعم العقول القادرة على الإبتكار والإبداع حتى وقت قريب لم تكن رائدة في هذا المجال لكنها استطاعت أن تطوي المسافات وتقلب المؤشرات لصالحها وسط منافسة قوية مع الشركات المتعددة الجنسيات في عالم التكنولوجيا موسيقى كوريا في تركيز مختلفين 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 أيضاً في تكنولوجيا التكنولوجيا هنا نحن في مجال التكنولوجيا وهي واحدة من مجال المتحدة والماركتين في كوريا لنذهب إلى تحرير مختلفين مختلفين موسيقى أطلت على العالم بأبحاثها العلمية وصناعاتها وإنجازاتها خلال فترة قصيرة من بداية توجهتها العلمية والتقنية موسيقى استنسخت القطارات القديمة وصنعت أسرع قطار قادها إلى عصر التطور في العلم والتصنيع المدن الذكية أظهرت قدرة فائقة في قراءتها للمستقبل من خلال ما استحدثته من تقنيات في كافة المجالات موسيقى مدينة الإعلام الرقمي في سيول انطلاقة جديدة في مجال الاتصالات والبث الفضائي موسيقى مهد تطور التلفزيون لبروتوكولات الإنترنت دو السرع الفائقة في أن تحتل مرتبة متقدمة في تكنولوجيا المعلومات توسعت الخدمات المعلوماتية فاستمتع الملائين بمشاهدة البرامج المتنوعة والحصول على خدمات التواصل السريع عبر تقنيات التصنيع الكورية موسيقى 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 تنقلك إلى الشهرة في عصر الإعلام الرقمية بالضغط على جهاز البث المباشر لقنواتها المتخصصة موسيقى 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 المترجمات المترجمات موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه المشكلة تقنقل على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر 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 لا ترجمة نانسي قنقر تعد اتجاها مهما في البث التلفزيون الرقمية وفي ثقافة الموجة الكورية المتنوعة العروض يبلغ عدد قنواتها 23 قناة تلفزيونية ضمن اكثر من 145 قناة كورية ثبثوا عبر القمر الكورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن نتعلم عن نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن نقرأ في ترجمة نانسي قنقر نحن نتكلم على مرة أخيرة، نحن نتكلم أن تتكلم على مرة أخيرة في نفسنا هل تتكلم على مرة أخير على تكتبع مرة أخرى؟ مريساً Она نحنًا بشكل خارجي منكن منشاركوني hang beams مشاركو عبد المثال 1990 ونشاركونا منشارك إعاء وتربط أشياء محترنا مريباiber جميع어지نا لهذا الشرطان المنظرات المتحدة انه سنة البرامة وعندما يبدأ من المنظر التواصل من البرامة نعتقد أيضا عن الوضع للعجم و البعض من المنظرات المتحدة ما أكثر من المهمات التي تحدث عن المنظرات المتحدة من البرامة المتحدة واليقبية؟ المهمة لدينا سنوات هميز ومعنوة والمعارض ويحوظة ويشتركوا في حيات ويحوظة أعتقد أنها من المجتمع المتحدة فهذا المترجم من المساعدة لأنها قد تحصيح من المشاهدة هل ستحدث عن كيف تحديث التحديث عن التحديث عن التحديث عن المتابعة وفي مدرات وكل شيء؟ نعم هذا هو الموجودة للقناة منذ سبتمبر هذا العام ونحن نقل الكثير من المعارض للمشاركة على المنطقة هذه المنطقة ونحن نحن نتعام في الهدفة من المنطقة من المنطقة نحن نحن نتعام في الهدفة من المنطقة عن الاتجاز التكتناليز المنجزة فإنك الشعور لتع sobتالية نحن ان تكون المنجزة كنا نحن نفسه بأنها تقديم مستوى الطريق فقط باللعلاج إلى تحديد تحديد التجنوية كما تشعر في المدينة؟ هل شخص يمشون تفقد من أجل تحديد من تحديد الفوضائية والمج lib MongoDB الذي يمشقه في المدينة والمدينة؟ أي ما زالك أني تشعر في المدينة هذه التعليقات المتحدة؟ ما هي المئة؟ المتحدة 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 في نفس الوصف، في قصة الأحيان ومتحدث على الناس المتحدة، هل تكون لكي أشياء المتحدة؟ هل تحقيقهم بأنهم يتعرضون أكثر من العمل على الم piano thermPortability Support In this sense we have daily News and also a documentary programs featuring the social issues every week. so I guess these kind of programs contribute to the Korean society Really we get acquainted to the NBC company. it's really a important, important ويحصلنا لدينا تشترك جميل حالية وهذا لدينا الكثير من شركات من جديد و يمكنك ويمتلك في المراركات معجلي لماذا ما تببع به؟ نعم لا نحتوي على السلطة أو عربي إمهلا ويقام الأمريكية ولكن السبب هو أنه كبيرا هي كبيرا. إنه مزيد من العزيزاتي من المستخدمات لا يكفي. لذلك 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 لأنه لا يوجد هذه الفيديو. شكرا لكين لكم. ربما نشك في عزيزاتي. شكرا لك. شكرا لكم. التعليم التطبيقي أدخل التكنولوجيا في تخصصاتها أصبح مصدراً مهماً في التنمية وتطوير الصناعات وتحقيق الطموحات والارتقاء بالمجتمع ظهرت مصطلحات الدراسات الكورية بجهود المجتمعات الأكاديمية لتقوية البروث التطبيقية انتقلت كوريا إلى تكنولوجيا التصنيع بفضل تركيز اهتمامها على التطبيقات العلمية وتنمية إدارة الإنسان ووفرت الوسائل المختلفة لدعم العقول القادرة على الإبتكار والإبداع حتى وقت قريب لم تكن رائدة في هذا المجال لكنها استطاعت أن تطوي المسافات وتقلب المؤشرات لصالحها وسط منافسة قوية مع الشركات المتعددة الجنسيات في عالم التكنولوجيا كوريا يتعلمون لتحقيق مختلفة مختلفة ومع ذلك المختلفة والإلكترونيك هنا نحن في مجتمع الإي تي سنتر وهو مجتمع أحد من المجتمع والماركت في كوريا لنذهب ونرى المجتمع هنا أطلت على العالم بأبحاثها العلمية وصناعاتها وإنجازاتها خلال فترة قصيرة من بداية توجهتها العلمية والتقنية استنسخت القطارات القديمة وصنعت أسرع قطار قادها إلى عصر التطور في العلم والتصنيع المدن الذكية أظهرت قدرة فائقة في قراءتها للمستقبل من خلال ما استحدثته من تقنيات في كافة المجالات مدينة الإعلام الرقمي في سيول انطلاقة جديدة في مجال الاتصالات والبث الفضائي مهد تطور التلفزيون لبروتوكولات الإنترنت دو السرع الفائقة في أن تحتل مرتبة متقدمة في تكنولوجيا المعلومات توسعت الخدمات المعلوماتية فاستمتع الملائين بمشاهدة البرامج المتنوعة والحصول على خدمات التواصل السريع عبر تقنيات التصنيع الكورية MPC حطط التلفزيونية الثالثة تنقلك إلى الشهرة في عصر الإعلام الرقمية بالضغط على جهاز البث المباشر لقنواتها المتخصصة موسيقى وخلقamente قد فيها المثال سيكون مفيقوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهذا الشيء سيكون على المشاهدة نعم موسيقى ترجمة نانسي قنقر سندس كل شيผม navigating نعم 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 حسنا نحن نعم المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة تعد اتجاها مهما في البث التلفزيوني الرقمية وفي ثقافة الموجة الكورية المتنوعة العروض يبلغ عدد قنواتها 23 قناة تلفزيونية ضمن اكثر من 145 قناة كورية ثبثوا عبر القمر الكورية موسيقى 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 المترجمة الانتظار والانتظار مختلفة النموط كاربات. مبصرييا هي ن gepرارة تحقيقنا. ن gabطل نوات عملات نوات ، ندعم رواحات تحقيقات نتوار. لبصول مبصريا مrebbeود تحقيقًا في القنوات. ودعمنا نحن نشاط في نقوات وعنه رواحات التحقيقات. نحن نشك في نظام الأشياء. نحن نشك في نظام الأشياء في نظام الأشياء. هل تفكرون أن تشك في نظام الأشياء لكي تتكلمون بشكل مدينة؟ في نظام الأشياء. نحن 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 نفعل الكريم والعاوني. المدتوقع في الدايضات بالبقضاء من الواضحة ولكن الآن الشعر المدتوقع في الواضحة ومن المدتوقع في الواضحة المدتوقع ويعتمد المدتوقع في الواضحة والكتصف للهاتف أتعقدين تجربة الرئيسية مصب legando العالمية أي ما هي الأشياء الخاصة الأمريكي أو عمل اكتماع الفترة كم من أشياء القمة المهمة في نهاية العلم أولا للغاية والمش 2012 اليوم التقريب في نهاية العلم وإنها تأكد بالح Гانا نظر انه الجرام بالغاية وهناك كل مئة للغاية من المتحدث. لذلك هي لذلك لأولئك من المعاركة جزيلاً من المتحدث في المتحدث على الناس. هل ستحدث عن تكتنية التخنصية رأيكم في المتحدث في المتحدث في المتحدث في الدولة والعامة؟ بالنسبة لي أنت من المنزل في هذا المنزل. ونحن نضع الكثير من المنزل في هذا المنزل. ونحن نبدأ في الأنوان من الأنوان من الأول منها شركة جميع المتجاة فيها وانا تنظيف التكتنية عن تكتنية المتجاة في الوصف؟ نعم، كوريا هو مدرسة جهازة تقنية جهازة نسميه إطارة كوريا اعتقد أنه كل شيء يتحدث مع تحديثات التكتنية كمتبعين، كما تعلمون، كما تعلمون كما تعلمون من قرارات المساعدة كيف تسلطط التجاريب لتحجج الشمكية لتحجج الاجتماعي عن الناسة؟ ماذا مجرمي لتحجج تكيز؟ ما حسنها؟ الانهاتف الكتابات والفعلية في قناة الأشياء تحجل بشكل رب. ربما تحجز يتوقع على المتابع الأجلسة. هل أنت أيضا مجرم لنا ذلك ? إذن هم تقلقهم لهم على المنزل 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 الموضوع بذلك نفسها هناك في نفس الناس و أيضاً في الملحات المترجمات يتحدث إلى المنزل المترجمات شبكة المترجمات التي تتحدث في الوصف الكريمين تقرير شخص من البشرة في المتحدة لقد فصلت عدد من النبص وهذا هو وهناك روضًا في الجهاز وهناك تتعلم أنه روضًا تمكنه ان يكون بالمزيد عشان و يمكنه yogفته في سيارة بمثال المعاركة لماذا تقوم تنظر في الجهاز ؟ نعم نفسه ليس لدينا شهارات المبادرين على الأمريكان لأن كيبيس لدينا الكيبيس ومرحة لا تفضي شيء من خلال لذلك هي خلال اين بإمكاننا هذا موقف التعليم التطبيقي أدخل التكنولوجيا في تخصصاتها أصبح مصدراً مهماً في التنمية وتطوير الصناعات وتحقيق الطموحات والارتقاء بالمجتمع ظهرت مصطلحات الدراسات الكورية بجهود المجتمعات الأكاديمية لتقوية البحوث التطبيقية هنا نشاهد من أسأل المدرسة يمنيينية الذين يستمعون في المدرسة الكوريانية نريد أن نعلم بشكل كيف تستمرون هنا وما أنفسهم في هذا الجدد كيف حالك؟ اسمك الكريم أنا سعد عبد الكريم من يمني أتيت إلى الكوريا في غرض دراسة الآن أنا في الثالثة بمرحلة مايستير بقسم تحصص هندسة الكمبيوتر وترزمات لوالكوريا انت الآن تدرس في كوريا ولا بد أن يكون هناك كيف تجد الدراسة هنا في كوريا ربما أنت درس أيضا في اليمن هل هناك مقارنة وكيف تجد الدراسة هنا أكيد شيء كبير ومقارنة فعلا كبيرة عبر ثقافة اليمنية والثقافة الكورية فالطالب الكوري أو المجتمع الكوري بشكل عام يتقبل كل الثقافات من مختلف البلدان الشعب يبدل الجهد لكي يرفع بلده بين البلدان الأخرى في الحياة في كوريا طبعا مرة أمن وأمان بعيد عن المشاكل والعنصرية والعكس على ما يحصل في بلادنا العربية وللأسف على تلك المشاكل التي تحدثنا والتي جذبت اهتمام الدارسين من حول العالم للبحث في نجاح تجربتها ولتعلم اللغة الكورية التي فرضت وجودها على قاموس صناعة التكنولوجيا العالمية أثبثت كوريا كفاءتها في التعليم على مختلف المستويات الدراسية والتعليمية وكجانب من اهتمامها بالتعليم يتلقى طلاب المدارس حصا تطبيقية أغلبها خارج المدارس في مجتمعات التكنولوجيا ومعهد الاختراعات والتصنيع والمستشفيات وحدائق الحيوان والأحواض البحرية والتعريف بتاريخ ونهضة كوريا من خلال زيارة المتاحف التاريخية موسيقى التشجيع على العلم سهل الحصول عليه ذلك الأساس الجوهري الذي اعتمد عليها في التطور الاقصادي والصناعي الجامعة الطبية في سيور موسيقى استحداث التكنولوجيا في الطب وفر خدمات طبية راقية بتكلفة أقل للعلاج في كوريا مما أدى إلى زيادة الوافدين من المرضى الأجانب موسيقى يحصل كل مواطن هنا على كرت الضمان الصحي المجاني للعلاج والتشخيص الحياة الكورية تبنت قيم التسامح وحسن التعامل قبل أن تصنع الحاضر والمستقبل قيم ترسقت في جدور الأمة الكورية والمجتمع الترتأ في ملامح الحياة العامة رغم تعدد المعتقدات والتوجهات سيول مدينة العولمة تنبثق من أحيائها القديمة والحديثة وأزقة شوارعها روح التعايش والانفتاح على الآخر يبلغ عدد سكان كوريا خمسين مليون نسمة يشكل الأجانب نسبة قليلة في تعداد السكان اندمج الإنسان الكوري مع مجتمعات الاغتراب خارج بلاده وتفكيره مبني على أن المجتمعات لا يمكن أن تنهض دون الاحتياج للآخر تعلم في مجتمعات اغترابه ما هي التعامل الناس فيما بينهما تنبه لكل نقاط الاختلاف في المجتمعات المختلفة ليوجد هذا التعايش في بلاده المركز والمسجد الإسلامي في سيول أوجد علاقة اجتماعية في التركيبة المجتمعية في كوريا ساهم في إيجاد روابط وعلاقات حميمة في المجتمع وخلق علاقات تجارية ودبلوماسية بين كوريا والعالم الإسلامي إلا أن هذا التواصل انقطع إبان عهد مملكة جوسانا كيف تتبع الإسلامي؟ الإسلام هو تظهر أولاً من المباشرة المباشرة في العالم الإسلامي نظر يتعلم مفهورة في تحديد الإسلام الآن سوف نذهب إلى إسلامي نظر الإسلامي نظر في سيول لكثير منهم في هذا المنطقة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك الله يحييك وفقيك والله تمام الحمد لله واسخ بارك أسك طيب أسمي علي محسن المهري أهلا وسهلا بي الله يحييك وفقيك أنت من أي منطقة عربية؟ أنا من الإمارات في إمارة بوطبي وعايشين في بنياس نعم عايشين من الإمارات وعايشين من الإمارات وعايشين من زمان يعني في الإمارات بس اليمن محافة المهرة نجيها في مواسم الإعياد والإجازات هل يظل التواصلكم مع أهلكم وأقاربكم في المهرة؟ نعم نتواصل معهم في التليفونات عبر الإمارات ونحن هنا الآن في أمام المركز الإسلامي في كوريا نريد أن نتحدث عن كيف وجدت زيارتك لكوريا وما هي الأشياء التي نفتت اهتمامك وأيضا كيف تشوف الدعوة الإسلامية في كوريا؟ لا كوريا تمام أجوهها طيبة وناس يعني ناس مختلفة العناصر والناس يعني متطورين جدا يعني تقلوا نواديا وهالسوالب وأول ما دخلت كوريا الصراحة أنا ارتحت نفسيا يعني في الناس يعني نجلس عندهم الناس يتكلم معاهم يعني ناس مره طيبين يرحبون بضيوفهم وزوارهم يرحبون بضيوفهم مهتمين بعد بالدرجة أنهم مهتمين في السياعة سواح هذين مهتمين فيها مواجم حتى لنا عندهم يعني علاقة ثانية غيرها هل هناك لديك رسالة مثلا من الناس الآخرين في الخارج هل يأتوا إلى زيارة كوريا وكيف تدعوها من زيارتها؟ والله زيارتها طيبة كوريا وأجواءها طيبة وناس طيبين وها الخير وها الواجب اشترك إن محمد رسول الله اعتنق الكوريون دين الإسلامي لأول مرة منذ انتقلت منهم جماعات كتيفة إلى شمال شرق الصينة عاد أغلبهم إلى كوريا بعد الحرب العالمية الثانية لكنهم لم يجدوا أماكن للعبادة في ذلك الأثناء جاءت القوات التركية المنظمة لقوات الأمم المتحدة في خمسينيات القرن الماضي سمح لهم بإقامة الشعير الدينية الإسلامية في ستمبر من عام 1955 أعقب هذه الأحداث انتخاب أول إمام كوري وشهد بعده المجتمع الكوري الإسلامي نمواً كبيراً في العام 1976 أقيم في سيول مسجد مركزي إسلامي يقع بالتحديد في شارع إتوانه حيث يعتبر هذا الحي ملتقى تقتنه الجاليات الإسلامية بشكل كتيف وشهد أقيم 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 بشكل كتير من المتقيم أقيم أقيم الأمام أقيم 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 أترك مرحب بك ونشكر لك هذه الفرصة ممكن أن تحدثنا بشكل عام عن دور المركز في نشر رسالة الإسلام وأيضاً كيف يمكن أن نتحدث عن بدء الإسلام والنشاره في كوريا وأيضاً وبعد ذلك نعرك في أمور أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مسرور بلقائكم وزيارتكم في المسجن المركز بسيول الحمد لله المسجن المركز بسيول فتح عام 1976 قد صارت تقريباً أكثر من ثلاثين سنة فهذا المسجد قد يقوم بها لنشر الدعوة الإسلامية في كوريا الحمد لله كان مركز إسلامي في كوريا في السيول طبعاً ولكن في كوريا الحمد لله فإسلام في كوريا دخل قبل أقل من ستين سنة أثناء حرب بين كوريتين الشمال وجنوب وجنود الأتراك جاءوا إلى الكوريا وقد بدأ إسلام في كوريا فحقيقة تاريخها بسيط ولكن مع هذا عدد المسلمين حوالي مئة وكمس وثلاثين ألف الجليات ومعوتين الكوريين مجموعة تقريباً مئة وكمس وثلاثين ألف وعدد المساجد في أنهاي الكوريا كلها خمسة عشرة وكذلك في مناتك السنائية فيها مصلايات كذلك فالحمد لله نحن كإتهاد المسلمين الكوريين ممثلاً تحت يعني حكومة الكوريا عن الإسلام فنجتهد بالنسبة نجتهد بالنسبة الدعوة إسلامية في كوريا وكذلك لنشرها إن شاء الله ما شاء الله يعني تقدمونا دوراً كبيراً حتى أنه في خلال فترة بسيطة يعني صار عدد المسلمين كبيراً جداً ما شاء الله وإيضاً نتحدث عن كيف ما هي الأدوار التي بعد إنشاء المركز ما هي الأدوار التي أيضاً أنتم تحاولون القيام بها كمركز لنشر الدعوة الإسلامية الحمد لله نحن نقوم من نشر دعوة إسلامية في كوريا يعني أشياء كثيرة بالنسبة لتعوة يعني فممكن نقول أولاً للتعليم الزوار والمؤسسات التي موجودة في كوريا مثل المركز في سيول وكذلك مساجن التي موجودة في أنها الكوريا كلها يعطوا الناس كثيرة للزيارة فنحن نحتم بالنسبة للزيارة طبعاً هذا الزوار هم ليس مسلم فنحتم لدعوتهم يعني لدعوة تعرف عن الإسلام ونكتم لهم فذلك نوزع الكتب لأجر هذا كنا نقوم يعني هذا الأيوم كذلك مستمر هذا الدور لترجمة كتب عن أساس الدين باللغة الإنجليجية أو أرابية للكورية فبلغ عدد الكتبات على الأربعة عشر كمسلسلة يعني الحمد لله وكذلك عندنا لتعليم خاصة يعني لبعض الناس الذي يطلبون لثقافة الإسلامية وتاريخها وكذلك اللغة العربية يعني حساس خاص لهم وكذلك عندنا مدرسة اللذي موجة يعني سميت بيها أمير السلطة مدرسة أمير السلطان والحمد لله لأن أدد تقريبا بلغة إلا 75 وغير ذلك هذه الأيام نحن نهتم بالنسبة مع موتن الكورية الذي لا يفهم أن الإسلام بشكل جيد فنحاول أن نوتي أن يفهم أن الإسلام بصحية معاني صحية فنحاول لهم ما يجري مفاهيم صحية لهذا الأشياء إلا تحدثتم أنتم أن الحكومة الكورية أيضا دور وتشجيع لوجود مثل هذه المراكز الدينية والتي قد ربما لا تكون من ضمن المراكز الدينية التي وهي مثلا الدين الكوري أن هناك العديد من الديانات المسيحية والبوذية وغيرها من الديانات هل يعني أن هناك اهتمام لدى الحكومة لدعم مثلا الجهود نشر الدعوات المختلفة ومن ضمنها الدعوة ونشر الإسلامة حقيقة هكومة الكورية هي لا تتدخل بالنسبة الشؤون الدينية عندنا كما تعلمنتم عندنا أديان متواجدة لا أعلم أن تتدخل التطاعة الحرية لا تتدخل أي شيء من كانت فنحن نقوم بالدعوة على الحر يعني أديان أخرى كذلك نفس الحالة فنحن مع الحكومة الكورية يعني الحمد للعلاقة جيد وهكومة كذلك مهتمة بالنسبة للشؤون الشرق الأوسط بسبب مهتم بذلك ولكن بالنسبة للنهاية الدعوة نحن نقوم بأنفسنا يعني مع الحكومة حكومة لا تستطيع أن تساعد من هذه الحكومة لأن في كوريا توجد يعني متواجدة يعني جميع العديان التي موجود في العالم بسبب حكومة لا تتدخل فنقوم به على قد الإمكان من الاتحاد المسلمين الكوريين وكذلك المسلمين الذين موجود في كوريا أيضا هل مركزكم أيضا دور في في طرمنا نتحدث عنه أن وجود عدد من الأديان موجودة في كوريا كيف قدمتم نموذجا كيف يستطيع الأديان مع بعضها أن تتعايش وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى فأنه يريد أن جميع البشر ينتعايشوا في الأرض باختلاف ألسنتهم وثقافاتهم وديانتهم وأيضا أنه في الأخير هو الحكم إليه سبحانه وتعالى فإلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنوا تعملون فهذه رسالة طيبة وكيف ترى في هذا الجانب دور مركزكم الحمد لله نحن علاقة جيدة مع الأديان التي موجودة في كوريا نقوم معهم حوار أمس كذلك كنا نفتح يعني معتمر مع الأديان التي موجودة فيها يعني أديان الكبرى التي موجودة في كوريا يعني من السباحة الساعة إلى الساعة هذا الأشي يقوم به نشر الإسلام في كوريا خطوة بخطوة أظن ما زال كليلة ولكن نحن إتهاد المسلمين الكوريين نقوم لهذا الأمر كل سنة يعني حسب المناسبات مع أديان أخرى نشارك به ونجتاهد معهم نتفاعم أكثر يعني هذا هو ما يريد الله سبحانه وتعالى في الأرض أن الناس يتعايشوا مع بعضهم البعض فأيضا نريد أن نتطرق أيضا على ما يعيشه الآن عالمنا الإسلامي بشكل عام ففي السابق الآن تحدثنا عن التعايش ما بين الأديان أيضا هناك قضية هامة أخرى وهي أيضا كيف نتعايش كمسلمين باختلاف مذاهبنا وباختلاف أفكارنا وتوجهاتنا فهل أيضا لمركزكم دور في هذا الجانب الإسلام دخل في كوريا كما قلت لكم تاريخ بسيط يعني أقل من ستين سنة فقط وكذلك جاو من دول مختلفة أيضا من تاريخ واحد فقط يوجد في كوريا المسلمين مثلا من أفاريق ومن الماليجيا وإندونيسيا وكذلك مذاهب أخرى يوجد جميع مذاهب بسبب أننا نقوم إتهاد المسلمين الكريين لا نستطيع نقول ولكن لا نستطيع نقول مذهب ولكن نعلمهم مسيرة أهل سنة والجماعة فالحمد لله الناس يعني يتبعون بها وألا مذهبهم يتعلمون بها إن شاء الله جيد أن تحاولون أنه تعطوا الإسلام يعني الإسلام الحقيقي لا بس بالضرورة أنه يعني تدريس مذاهب وكذا فأيضا نريد أن أتحدث عن دور المرأة المسلمة في كوريا وكيف تعيش خصوصا في بعض البلدان تعاني المرأة في بعض البلدان من أن يفرض عليها قوانين غيرها ويطلب منها أن تلا تلبس الحجاب وكذا هل تعاني المرأة المسلمة نفس المعاملة في كوريا أو أنها معاملة مختلفة الحمد لله الحمد لله هنا في كوريا عندنا حرية الدين يعني أي دين يعني لا يسبه مشكلة فهم يقوموا على دينهم فالنسوة التي موجودة في كوريا كذلك ممن يريدنا مثلا تحجبا بالنقاب أو الحجاب لا حر لهم يعني ما في مشكلة من يريدنا مثلا فبنسبة هذا الأشياء لا شيء ولكن على حسب إرادتهم يعني على مسلم جدد يعني ممكن بعضهم تسعب لباس مثلا حجاب أو هذا الأشياء ولكن غالبا هم يمشى على حالهم بعضهم يعني يلبسنا نقاب وبعضهم حجاب حسب تعليمهم من بداية العمر فهم يجتحدنا من هذا الطريق يعني لا يوجد مشكلة على ما هي شيء كانت أيضا نتحدث عن جانب آخر فيما يخص أن تقدمون خدمات جليلة لنشر الدين الإسلامي وتعريف الدين الإسلام الحقيقي فهناك أيضا بعض الجماعات تحاول أنت مثلا رغم أنها مسلمة وكذا لكنها في محاولات أخرى لتشويه الإسلام فيقدمون الإسلام رغم أن الإسلام دينه تسامح أن تحرم القتل النفس في الدينة كلها فما بالك بالإسلام والذي هو دينه رباني إلهي سبحانه وتعالى ما هي الرسالة التي توجهها لمثل هؤلاء الذين يستغلون لتشويه الإسلام أو الأفكار المغلوطة عن الإسلام أيضا هناك أفكار لدى الآخرين مغلوطة عن الإسلام فأيضا هل من مركزكم هناك أيضا جهود لتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة؟ حقيقة مسيحية والبوذية كذا سيطرت شعوب الكوريين تقريبا أكثرهم إذا لو خرجت مثلا في الكارج تجدون مسيحيين والبوذين أكثر وكذلك عندنا عدية أخرى كلها موجود من دمني هذا الإسلام موجود كما قلت لكم أددنا كليل وكما تاريخنا بسيط فمع هذا نمع هذا هم يفهم أن الإسلام مباشرة على أفكار الغريبيين يعني مثلا إذا قال أحد ما هي الإسلام يكون مباشرة إرحاب أو قتل النفس يعني مثل الدنحاق وحد الأشياء ولهن نكون بهذه الأشياء من طريقة دعوة فنؤدي لهم فرصة أن لا يفهم شيء خطأ يعني فنحاول يعني فنوازع الكتابات وإندنا قلت لكم يعني سبك كليلا عندنا مسلسل الكتب يعني التي ترجمت باللغة الكورية عن هذه الأشياء مثلا لماذا المسلمين لا تعقول مثلا خينزيل وكما لماذا سميتك إرحاب وما هو حقيقة الدين هذا الأشياء نحن مناسبات يعني مهدوات نحن وزعنا به يعني جزئيا كذا نحن نتبع ونوزع فهذا ينفع يعني وكذلك نحن نقوم بمهدرات في الجميعات ومؤسسات التي موجودة يعني هناك في القارج فنحاول نحن نوتيه فرصة يعني حتى يفهم عن الإسلام على حقيقته يعني هذا هو اجتحاد أكثر يعني في هذا الأسل تعوى إسلام في كوريا فهذا جود طيب وهو أيضا في وقتنا الحالي من قد يكون من الأدوار الأساسية التي قموا بها مركزكم لتوضيح الأسؤال الأشياء التي فيها لبس على الإسلام والأشياء الغامضة التي يجد الآخرون أن الإسلام مشوه ولكن هذه رسالة طيبة جيدا أن تقوم بها مركزكم لننتقل ونتحدث عن أمر آخر هل هناك مثلا خصوصا نستغل هذا اللقاء لنعرف عن الإسلام فهل لديك أيضا رسالة لمن لم يعرف عن الإسلام أو يريد أن يتعرف عن الإسلام وسائل الدعوة يعني بالنسبة نهن شرحت لكم بالنسبة جهودنا هذا الأشياء فمثل كوريا يعني لا يعرف عنها إلا كليلا فلو أرف عن الحقيقة الإسلام يعني عقيدتها أو يعني حياة المسلمين أو هذا الأشياء لا ينفع لهم في حياتهم كذلك ولكن الناس يتوجهون قبل هذا الأشياء شيء الذي يسمعون وكذلك شيء الذي يقرأون من التلفاز وكذلك وسائل الإعلام يعني فنهن نتمنى أن يكونوا إن شاء الله الشعب الكوري وكذلك ممن يرغب أن يدخل الإسلام أن ينظر إلى الإسلام على حقيقتها أولا فذلك أن ينظر إلى حياة المسلمين وكذلك لماذا هم يفعل هذا الأشياء لو قد تتكرب بهذا الطريق ممكن ينفع أكثر إن شاء الله إن شاء الله هذه رسالة طيبة ونتمنى أيضا أن من دعوتهم إلى معرفة الإسلام الحقيقي أن يتوجهوا إلى مصاطره الحقيقية ولا يعتمدوا على المعلومات المغلوطة التي تنشر في الإعلام والتي أيضا بخلفها حملات يراد منها تشويها الإسلام والإسلام بريء من ذلك نشكرك شكرا جزيلا وإذا كان هناك لديك أيضا أي رسالة أخرى ختام لقائنا والله جزاكم لخير نحن تاريخنا وكذلك الإسلامنا في كوريا بسيط ولكن على قدر المتال نحن نتحد لنشر دعوة الإسلامية في كوريا فنتمنى إن شاء الله أنتم كقدماء وكذلك كأباء المسلمين يعني يعني ترائي مراءة خاصة لنشر الإسلام في كوريا كذلك فهذا الأشياء لعله يشجع أكثر لنشر الإسلام في كوريا فنأهن إن شاء الله في الكريم المستقبل نجد إسلام في كوريا أكثر فأكثر ويكون به الخير إن شاء الله جزاكم على خير شكرا جزيلا لهذا اللقاء الذي قدمت ولولنا وأيضا الوقت الذي وفرتمه حتى نستلتقي ونتحدث عن دوركم وأيضا نشر الإسلام أعلم يا ربما أعلم بعد هذه المتحدة ومتحدة مع الإمام عبد الرحمن نحن نتوقع أن تكونوا معنى بالمسلم وكيف يستمرون في هذا المهم ومعنى أعلم أنتم امام المسجد 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 شكرا 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 شكرا